أهلا بكل طلاب أولى سنوي دكاترة المستابل إن شاء الله في درس جديد من مادة الأحياء في الفيديو ده هنشرح درس تميج الخلايا وتنوع الانسجة النباتية بس الأول تعالى نعرف يعني التعضي في الكائنات الحية فمثلا لو ناخد جسم الإنسان كمثال للكائنات عديدة الخلايا جسم الإنسان فيه ملايين من الخلايا الخلايا دي بتختلف في وظيفتها وبالتالي بتختلف في حجمها وتركبها علشان تلائم وظيفتها علشان كده كل مجموعة من الخلايا المتخصصة في وظيفة معينة بتتجمع مع بعضها وتكون نسيج والنسيج ده ممكن يكون بسيط وممكن يكون معقد أو مركب نسيج بسيط يعني بيتكون من نوع واحد من الخلايا نوع واحد من الخلايا شبه بعضها في كل حاجة شكلها وتركبها ووظفتها والنسيج المركب هو النسيج اللي بيتكون من أكتر من نوع من الخلايا فبتتنوع الانسجة وتختلف تبقى لاختلاف الكائنات الحية والأنشطة والوظيف والعمليات الحيوية اللي بتقوم بها الانسجة دي علشان تلاقي منظيفة ونشاط الكائن الحي والانسجة بتتحد مع بعضها وتكون الأعضاء وجسم الإنسان مليان بالأعضاء من القلب والمعدة والمردي والأمعاء والكبد وغيره من الأعضاء الأعضاء دي بتختلف في وظفتها وبالتالي بتختلف في أنواع الانسجة اللي بتتكون منها علشان كده لازم نقسم ونميز الأعضاء دي طبقا لوظفتها وبالتالي نسهل على نفسنا دراسة كل عضو لذلك العلماء جمعوا الأعضاء اللي بتكون مشتركة في وظفتها وقالوا عليهم اسم جهاز فمثلا الفم والمريء والمعدة والأمعاء كل دي أعضاء وظفتهم هضم الطعام فتم تجميع كل الأعضاء اللي بتشارك في هضم الطعام في جهاز اسمه الجهاز الهضمي وكذلك القلب والأوعية الدموية والدم كل دي أعضاء بتنقل المواد داخل الجسم من خلال دوران الدم اللي بيضخه القلب فيبقى القلب والأوعية الدموية والدم أعضاء بتكون جهاز اسمه الجهاز الدوري وهكذا فيه الجهاز التنفسي والجهاز العضلي والعصبي والإخراجي والتناسلي وغيره فيبقى كده جسم الإنسان بيتكون من مجموعة من الأجهزة زي الجهاز الدوري والأجهزة دي بتتكون من أعضاء والأعضاء بتتكون من أنسجة مختلفة زي القلب كده بيتكون من نسيج عضلي ونسيج عصبي ونسيج ضام والأنسجة بتتكون من خلايا فيه اللي يبقى نسيج بسيط بيتكون من نوع واحد من الخلايا وفيه اللي بيبقى نسيج مركب بيتكون من أكتر من نوع من الخلايا والخلايا هي الوحدة البنائية والوظيفية في جسم الكائن الحي تعال بعد كده نعرف الأنسجة النباتية الأنسجة في النبات بتنقسم إلى نوعين أنسجة بسيطة يعني بتتكون من نوع واحد من الخلايا يعني كل الخلايا في النسيج شبه بعضها في كل حاجة زي النسيج البرانشيمي والنسيج الكولانشيمي والنسيج الإسكالرانشيمي وفيه بعد كده الأنسجة المركبة ودي أنسجة بتتكون من أكتر من نوع من الخلايا يعني الخلايا بتختلف عن بعضها في وظيفتها وفي تركبها زي الأنسجة الوعائية أو التوصلية يعني أنسجة عبارة عن أوعية دورها إنها بتنل أو توصل المواد في النبات فعندنا نسيج الخشب ونسيج اللحات تعال كده معايا نمسك الأنسجة البسيطة اللي بتتكون من نوع واحد من الخلايا أول نسيج بسيط معنا في النبات هو النسيج البرانشيمي النسيج البرانشيمي بتتميز خلايا في إنها بتكون خلايا حية شكلها بيكون مستدير وقدرها بيكون رقيق ومرن والخلايا بيكون فيما بينها مسافات بينية علشان تساعد النبات في عملية التهوية والتنفس تاني حاجة بتتميز بها خلايا النسيج البرانشيمي هو إنها بتحتوي على بلاستيدات البلاستيدات الخضرة علشان تقدر تقوم بعملية البناء الضوي زي مثلا أوراق النباتات الخضرة أو البلاستيدات الملونة علشان تكسب النبات أو الصمار اللون المميز الخاص به زي مثلا صمار الطماطم النضجة أو البلاستيدات البيضة أو عديمة اللون ودي دورها إن هي تخزن السكريات المعقدة اللي هي النشا زي مثلا درنة البطاطس والبطاطا وأوراق القرومب الداخلية بعد كده النسيج البسيط التاني وهو النسيج الكولانشيمي واللي معروف بيسم النسيج اللين وده برضو نسيج خلايا حية زي نسيج البرانشيمي ولكن خلايا النسيج الكولانشيمي بتكون مستطيلة إلى حد ما وبدل المسافات البيانية في النسيج البرانشيمي بيتم تغلزها بمادة السيلولوز علشان يكون وظيفة النسيج الكولانشيمي هو تدعيم النبات وكمان بيدي له الليونة والمرونة المناسبة زي مثلا سيقان النباتات زي ساق البقدونس أو ساق الملوخية وبرضو خلايا النسيج الكولانشيمي ممكن أن هي تحتوي على بلاستيدات خضرة وبالتالي تقدر أن هي تقوم بعملية البناء الضوء النوع الثالث والأخير من النسيج البسيطة في النباتات هو النسيج الصلب أو النسيج الإسكالرانشيمي خلايا النسيج الإسكالرانشيمي بتكون زي خلايا النسيج الكولانشيمي ولكن اللي بيميز خلايا النسيج الإسكالرانشيمي هو أنها بتكون مغلزة بمادة اللجنين من الداخل ودي مادة صلبة غير منفزة للماء وبالتالي هي خلايا غير حية ووظفتها تقوية النبات وتدعيمه ويكسابه الصلابة والمرونة زي مثلا الكومترة تيجي تاكلها كده تحس أن انت بتاكل في درج كومدينو وبالتالي خلايا النسيج الإسكالرانشيمي مش بتقوم بأي عملية حيوية ولا إنتاج ATP ولا بناء ضوي ولا انقصام ولا أي عملية حيوية وهنعرف دورها من خلال معرفتنا للنسيج المركب نيجي بعد كده للأنسجة المركبة واللي بتتكون من أكتر من نوع من الخلايا وبتشمل نسيج الخشب ونسيج اللحاء نسيج الخشب بيتكون من خلايا برانشيمية عادي خالص زي خلايا النسيج البرانشيمي زائد أوعية وقصيبات يعني الخشب بيتكون كده من خلايا حية اللي هي الخلايا البرانشيمية وخلايا غير حية اللي هي الأوعية والقصيبات والأوعية هي عبارة عن أنابيب بتتكون من صف رأسي من الخلايا ولكن الأوعية هي خلايا غير حية بيتلاشى منها البروتوبلاسب اللي هي المادة الحية وكمان بيتلاشى منها الجدر العرضية اللي هو الجدار العرضي اللي بيكون موجود ما بين الوعاء والوعاء التاني اللي تحته بيترصب على جدرها من الداخل مادة اللجنين علشان تتحول الخلايا دي إلى أوعية واسعة وطويلة بينتقل من خلالها المية والأملاح والقصيبات زي الأوعية بالزبط بيختفي منها البروتوبلاسب وبيتغلص جدرها بمادة اللجنين وظيفة الخشب هو نائل الماء والأملاح من الجدر إلى الصاق ثم إلى الأوراق علشان النبات يقدر أنه يقوم بعملية البناء الضوء برضو من وظيفة الخشب هو تدعيم النبات لأنه بيتغلص بمادة اللجنين الصلبة والنسيج المركب الثاني هو نسيج اللحاء نسيج اللحاء بيتكون من أنابيب غربلية وخلايا مرافقة يعني بيتكون من خلايا غير حية اللي هي الأنابيب الغربلية وخلايا حية اللي هي الخلايا المرافقة الأنابيب الغربلية بتكون خلايا مترصة فوق بعضها بيتلاشى منها الأنوية يعني مش بتحتوي على أنوية والقدار الفاصل ما بينها وما بين بعضها بيكون فيه سكوب صغيرة على شكل الغربال علشان كده بيطلق عليها اسم الصفائح الغربالية الصفائح الغربالية بتحتوي على سكوب علشان السيتوبلازم يمر من خلالها والخلايا المرافقة هي خلايا حية بتكون موجودة بجوار الأنابيب الغربالية علشان تقدر تزويدها بالطاقة اللازمة للقيام بوظفتها والخلايا المرافقة بتحتوي على العدد كبير من الأنوية والمايتوكوندرية علشان تقدر تزود الأنابيب الغربالية بالطاقة اللازمة للقيام بوظفتها وظيفة اللحاء هو نقل المواد الغذائية الناتجة في عملية البناء الضوي اللي هو الجولوكوز من الأوراق إلى الأجزاء الأخرى في النبات وبالتالي بيكون اتجاه النقل في اللحاء لأعلى وأسفل يعني اتجاهين على عكس الخشب اللي بيكون اتجاه المية فيه لأعلى فقط يعني اتجاه واحد بيكون فيه مجموعة من النباتات مش بتحتوي على أنسجة وعائية يعني ما بيكونش فيها لخشب ولا لوحاء والنباتات دي بيطلق عليها اسم النباتات اللاوعائية والنباتات دي بتعتمد على الرطوبة في النمو والتقاصر وبالتالي دي نباتات بتنمو في الأراضي الرطبة وبتتمثل في شعبة اسمها الحزازيات زي مسعى الريشيا والفيوناريا ترجمة نانسي قنقر